السؤال الأهم هنا بأن إيران لا زال طائراتها المسيرة تظهر مع روسيا الآن تبحث عن اليورانيوم في سوريا تحركات يمينا وشمالا في المنطقة عالية للغاية تخصب اليورانيوم بمستوى عال هل تعتقد أن إيران إذا استمرت بهذه الطريقة الضاغطة وحتى أن وزير الدفاع الإسرائيلي يجب أن نذكر أنه قال بأن إيران قريبا من الوصول إلى خمس قنابل نووية إذا ما اتخذت القرار الآن هل تعتقد أن إيران تقترب من شيء خطير الآن بسبب هذه التحركات والنشاطات؟ مؤكد مؤكد أن هذه السياسة التي تستخدمها للدعاية لاستعراض القوة لإبراز نفسها كقوة عظمى إقليمية ممكن تلعب دور مهم على الصعيد الدولي هذا الخطاب في الأساس غير واقعي غير واقعي لأن في النهاية إيران تعاني من مشاكل داخلية كبرى ما نحن نتعرض إلها وبالتالي لا يمكن لإيران أن تلعب دور كقوة عظمى على صعيد منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي أو على صعيد العلاقات الدولية يعني مثل واحد ناطي نفسه أكثر من قدراته بكثير بصورة غير طبيعية أيضاً لا ننسى أن إيران وقعت على اتفاقية مع المملكة العربية السعودية وتحاول تطبع علاقاتها مع دول الخليج العربي وأيضاً مع مصر وغيرها من التفاصيل لكن في نفس الوقت من إدمان اسمع تصريحات وزير الخارجية الإيراني يذهب إلى مواقف عدم التدخل عدم الاعتداء المسألة الدبلوماسية الحوار إلى آخره كلها مبادئ جميلة لكن عملياً تطبيقياً نلاحظ أن إيران تتجه باتجاه نفس السياسة للتدخل في الشؤون السيادية للدول تغذية الحروب الميليشيات والكتائب المسلحة تصدير الأسلحة وغيرها من التفاصيل الخطيرة التي تعاني من عدها المنطقة لذا أعتقد أن دول المنطقة منطقة الشرق الأوسط المجتمع الدولي أوروبا الولايات المتحدة الأمريكية لن تترك هذه السياسة الإيرانية بشكل يعطل التقدم يعطل فرص الأمن يعطل فرص السلام يعطل الاستثمارات يعطل تطور الأنظمة نحو بناء ديمقراطية إذن على المجتمع الدولي على الولايات المتحدة الأمريكية أوروبا أن تتدخل من أجل يعني إنقاذ هذه المنطقة من هذه الفوضة لا يمكن أن نستمر بهذه الفوضة من لبنان والسوريا والعراق واليمن وغيرها من المناطق جمي جدن اشتركوا في القناة